تعود الانفجارات والأحداث الإرهابية الدامية إلى عدن وكأنها تحررت للتو وتعيد لملمة ذاتها وتلتقط أنفاسها بعد المعارك وليس بعد أربع سنوات من التحرير هجومان منفصلان في وقت واحد استهدفا منشأتين عسكرية وأمنية في عدن التي توشحت سواد الحزن بمقتل وجرح العشرات من جنودها بالقرب من مركز شرطة الشيخ عثمان وإثناء توافد الجنود إلى الطابور الصباحي انفجرت سيارة مفاخخة في بوابة المركز لتسفر عن قتل من الجنود وتصيب أكثر من عشرين آخرين الهجوم الثاني استهدف عرضا عسكريا في معسكر الجلة بصاروخ وبطائرة مسيرة خلال تخرج دفعة من قوات الحزام الأمني في مديرية البريقة أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى خلفهم الهجوم من بين القتلى قائد قوات الدعم والإسناد العميد منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة عبر قناة المسيرة قالت ميليشيا الحوثي إنها استهدفت بصاروخ باليستي متوسط المدى وطائرة مسيرة عرض معسكر الجلة بالبريقة اختراق أمني لعمق العاصمة المؤقتة يأتي بعد إعلان أبوظبي تغيير استراتيجيتها بشأن الحرب في اليمن فضلا عن إدارتها للملف الأمني في عدن كما ينذر هذا الاختراق بخطر تهم وتحول مخيف في جغرافيا الصراع والحرب ويثير الكثير من التساؤلات المبهمة كتلك التي أثيرت بعد حادث استهداف القيادات العسكرية في قاعدة العند الجوية تتشابه أحداث البريقة والعند كثيرا من حيث آلية الهجوم والتوقيت وضعف الدور الأمني والاستخباراتي في المناطق المحررة فيما بات من المؤكد أن عمليات الحوثي لن تتوقف في ظل هذا التراخي وتشتت القرار العمليات للشرعية عن استهداف المصالح العسكرية والحكومية